يا عالم عم بقصفنا الطيران الروسي وآخر مقالة أم سامر موجهة ندائها للإنسانية جمعاء بعد أن فقدت أبناء الثلاث والذين هتفوا للحرية والعدالة في زمن الأسد وآله أجمعين أم سامر الأم الثكلة كانت على مر الأيام تزور قبور أبنائها الثلاثة حتى يوم أمس أصبحت راقدة بينهم تحت التراب بعد أن استهدف الطيران الروسي منزلها بدرع البلد بصواريخ شديدة الانفجار وارتكب خلالها الروس مجزرة مروعة راح ضحيتها أحد عشر مدنيا من بينهم عائلة كاملة بالإضافة لعشرات الجرح والمصابل نساء وأطفال هم ضحايا طيران روسيا الحديث وقنابيلها الذكية وبراميل الأسد وحقد الطائفية الإيرانية وكل ذلك يحدث تحت ذريعة مكافحة الإرهاب فهل يا ترى كانت أم سامر وأبنائها الثلاثة هم الأخطر على نظام الأسد وحولفاه كي يصبوا نيران أسلحتهم عليهم ويتغاض عن وجود داعش بحوض اليرموك يسرحون ويمرحون فوق دماء المدنيين هنا سؤال لكن بشار يتدقى إن شاء الله يجبر قلبه مثل ما يجبر قلبي